صباح الخير حسن صباحك يا عبري حبيبتي ميسون يعني صعب علي أحكي أي شيء بعرف الموضوع تقيل بس بعرف إيش هي رهف أنت إنسانة رائعة إنسانة خلوقة بتحب تساعدين الناس قلبك طيب وهذا الشيء أنا متأكدة أنه ربنا ما رح يتخلى عنكم أنتو الثلاث والحمد لله رب العالمين على كل شيء الله يرحمه يا رب الحمد لله تعيشي حبيبتي ميسون حبيبتي أنت من الصبح ماسك حالي بس هلأ حكي كيك شونا نعمل هاي الدنيا والحمد لله ما أصرنا هو هذا اللي منقدر نقوله الله يرحمه نعمة النسيان والقوة أنكم تتحملوا والصبر الحمد لله دائما وأبدا حبيبتي ميسون إحنا عم نحكي عن العشر أيام الأخيرة الثانية من الشهر الثانية من شهر السبعة شكرا إيهاب كنتك تريحنا بأغنية بس لا هاينا متماسكين نكمل إن شاء الله دايما يا رب حبيبتي أنت رهوفة إحنا حكينا بدأنا بالحوت المرة الماضية أنا معودتك دايما أعمل مفاجآت أنه أرضي حوت أحيانا فأول مبارح كنت مع نادية حكينا من الحوت للأسد فاليوم رح نحكي من الحمل للسرطان العشر أيام الثانية للحمل ممكن هاي الفترة ممتازة جدا إنك تنهي كل المطبات كل السلبيات تثبت إنك الأفضل وتعمل على غربة كثير كبيرة بحياتك الخاصة والعامة وهذا ما بيعني فقط غربة بالناس هي رح يكون فيه انتهاء لبعض العلاقات الاجتماعية الغير مجزية بحياتك ولكن أيضا رح تغربل بالنظام اللي انت حاطه بحياتك الجدول اللي انت حاطها لأمورك العملية والمهنية والخاصة والاجتماعية هذا التغيير الكبير اللي رح يعمل برج الحمل بهاي الفترة هي مناسبة جدا إنك تعيش الإيجابية وأيضا على المستوى المالي ممكن تنهي بعض الأمور المالية أو معاملات مالية أو إنك اللي عم بيبحث عن بداء المالية أيضا هاي الفترة ممتازة جدا إنك تحصل على النتائج الإيجابية أيضا بالنسبة للوضع العاطفي شهر جيد للمصالحة وإنهاء سلبيات أي علاقة إن وجدت بهاي المرحلة برج الثور العشر أيام الثانية أيضا ممتازة جدا للبدع بكل ما هو جديد على المستوى العملي على المستوى المهني ممكن البعض من برج الثور عندهم عم بيوسعوا دائرة أعمالهم أو إنهم عم بيدخلوا بشراكة مهنية أيضا هاي الفترة بتعتبر جيدة ولكن بدك تستشير ذوي الشأن تطوير الأعمال أيضا ممتازة جدا هاي الفترة بالنسبة للوضع العاطفي الغير مرتبطين عندهم تأجيل بالقرارات برج الثور لأن هاي الفترة عملية مهنية في دعم وفي حضوظ كبيرة لإلك فاتجاهاتك للعمل وتحسين الأمور المالية أكثر مما هي عاطفية نعم برج الجوزاء العشر أيام الثانية تزداد المسؤوليات تزداد اللقاءات التي كنت مرتاح من بداية الشهر لسه في عندك دعم وفي عندك استماع خاصة على المستوى المهني اطرح أفكارك بشكل سلس وسهل وبدون تطويل كل ما حكيت ما قل ودل رح توصل لنتيجة أكثر على المستوى العملي ما تدخل بتحديات هذا الشهر ما بتخدم مصالحك ما تدخل بما لا يعنيك هذا كله بسبب وجود المريخ ببرج الأسد العاطفة تنتهي السلبيات وإيجاد الحلول لكثير من المطبات اللي موجودة عند البعض وهذا أيضا بيخليك تعيش السعادة هلأ كل الأبراج من الحمل للحوت في البعض عندهم تراجع كثير كبير بهاي الفترة لأنه زي ما حكيت قبل شوي لأن الكوكب اللي يتحول عند برج الأسد هو السبب بتراجع عند بعض الأبراج السلطان العشر أيام الثانية في انتقال عطارد إلى برجك وهذا بيشير إلى فرص جديدة بالعمل اللي عم بيبحث عن عمل هلأ الفرصة مناسبة اللي عم بيطور بعملوا أيضا الفرصة مناسبة الظروف مناسبة على كل المستويات ما عدا العاطفي منها في تأجيل بالقرارات خاصة للي عندهم أمور المالية متعثرة لساتها عندهم تأجيل بالقرارات العاطفية نطلب من برج السلطان أن تكون صديق للكل ما تستفس حدا وحاول أنه دائما تكون بعيدة عن التوتر والعصبية هاي كلها ما بتخدم مصالحك إذا بدك تعيش السعادة التزم بهاي الأمور نعم منيح أنه عم تحكي عن شهر سبعة بانطلاق لأنه شهر ستة كان شهر يعني دمار وكنت تستحي حتى تحكي عن التوقعات تذكر منها أشياء متعددة حتى لا نحكي كنت أسألك أنه ليش ما يسون ما عم تحكي عن التوقعات الفلكية تقولي لي مش بديش أعطي هذا التشاؤم فيعني أطع أنت عارفتيني ما بحب السلبية أبدا بحب دائما أخلي الناس حتى لو في سلبية بطرحها بطريقة شوي هيك منمقة لحتى توصل لهم بشكل دون أن يخافوا لأنه بتعرفي الإنسان بحد ذاته لما بيكون خايف من شيء تتعظم الأمور قدامه فكل ما أخذنا الأمور ببساطة وإن شاء الله يا رب بتكون يعني مفروجي على الجميع وعلى كل الأبراج وكل الدنيا إن شاء الله إن شاء الله فيه هون كان على فيسبوك عم بيسألونا إنه بشكل عام كيف الوضع المادي بشاهر سبعة على الأبراج يعني فيه أبراج مثلا أكثر حظا ماديا هلأ حكينا إنه المريخ عم بيروح عند الأسد أو راح عند الأسد من قبل يومين فهذا الانتقال هو اللي بيخلي بعض الأبراج يصير عندها تراجع مالي وحكينا إحنا أول مبارح في بعض الأبراج اللي لابد أنه تنتبه وتحط ميزانية مجدولة بشكل صح لأنه أحيانا بتتولد عنا رغبة بالشراء أي شيء مش يعني أي شيء يعني حتى على مستوى تروحي تاخذي تموين بدل ما تاخذي حاجة تاخذي حاجتين هذا هاي التبدير هاي الأفكار اللي بتسيطر علينا بهاي الفترة لبعض الأبراج بدنا نسيطر عليها ونحاول أنه نخفف من روحاتنا للسوء للي عندهم تراجع اللي حكينا لهم أول مبارح نعم ميسون إحنا بدنا نشكرك بإيكم نحن وصلنا لنهاية فقرتنا مبسوطة أني شفتك حبيبتي وأنا بالأكثر وإن شاء الله يارب نظل نلتقي بالحلقات القادمة شكرا لكل الأشخاص اللي تابعوا راديو روتانا وشاشة عمان تيفي شكرا لكم جميعا على وقفتكم معي على كرامكم الطيب والدافي كل كلمة أثرت فيي وكل كلمة بحفظها بقلبي للأبد لقاءنا فيكم بجدد بكرة إن شاء الله ضلوا بألف خير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر